اشتركوا في القناة بدأت القصة عندما تفاجأت البعثة الدبلوماسية اليمنية في لندن بتحركات لبيع سكن السفير اليمني في العاصمة البريطانية استناداً إلى وثائق وأصول الملكية التي تقع في حوزة الإنقلابيين بصنع التحركات ترافقت مع حملة منسقة استهدفت إلصاق تهمة بيع الحيازات الدبلوماسية في الخارج بالسلطة الشرعية وتحديداً بوزير الخارجية والرئيس هادي ممثلاً في نجله بعد أن تأكد الطرف الإنقلابي على ما يبدو بأن مخطط البيع ماض استناداً إلى الوثائق والأصول الموجودة لديه معركة الحيازات الدبلوماسية اليمنية في الخارج لا تزال تتفاعل مضطر وزارة الخارجية إلى إصدار بيان أوضحت فيه أن وثائق وممتلكات السفارات اليمنية في الخارج موجودة في مبنى وزارة الخارجية بصنعاء الذي استولى عليه الإنقلابيون وأن هشام شرف الذي ينتحل صفة وزير الخارجية هو الذي مكن الحوثيين من الإسلاء على الوثائق والتغطية على البيع خارجية الإنقلابيين بدورها أصدرت بياناً أوضحت فيه أنها هي من أوقف عملية بيع سكن السفير في لندن دون أن ترد مبرراً واحداً لوجود وثائق أصلية في حوزة السماسرة والمحامين الذين كانوا قد شرعوا في مباشرة عملية البيع لسكن رسمي تابعاً للحكومة اليمنية في لندن وهي الوثائق التي لا توجد سوى في خزانة الخارجية بصنعاء المتابعون للمسار الجديد من المواجهة بين الحكومة والإنقلابيين لا يرون نهاية سريعة لهذه المواجهة التي تعتمد في بعدها القانوني على وثائق رسمية بحوزة الإنقلابيين ستبقي المقارة الدبلوماسية المملوكة للدولة اليمنية في الخارج رهن مخطط البيع هذا الذي يبدو أنه يطال كل شيء في اليمن المنكوب بالحرب